فقراتنا النهاردة فقرة التاكتك يمكن مونير قال لنا انه هيتكلم على المان يونايتد مونير قبل ما اخش بتقول المان يونايتد عندهم مشاكل كتير جدا وانت مش شايف انه جاي كمان في السكة يعني خلينا سيب لك بقى المساحة تتكلم مشاكل المان يونايتد خلال التمن جوالات اللي فاتت في البريمير ليك تنهاج قال انه عايز منشوس نويتد تكون احسن فريق في العالم بيلعب في يعني ايه في اللحظة الانتقال من الهجمة من الهجوم الدفاعية من النقلة هو عايز منشوس نويتد تكون احسن فريق في العالم من الحال الدفاعية للهجومية ومن الحال الهجومية للدفاعية هنشوف الحالات ونشوف ايه المراحل اللاب المنشوس نويتد السنة دي بتعاني فيها اول محاولة عايزين نتكلم عنها هي مرحلة البلدوب في كزا شكل البلدوب مختلف ده زي ما قلنا اللي هو بناية الهجمة ده اللي يسميه الفور وان او ده اربعة واحد سلائسة نصبعة انا احنا شايفين واللعيب اللي في طرف السلائسة ده هو رأس المسلس رأس المسلس هو كازميرو كازميرو اوكي الصورة البعادية هنشوف برضو كازميرو نازل يستلم الكرة في البلدوب زي ما قلناهم جابوا قانانة عشان يبنوا الكرة من تحته على الارض ثم عادين يغيروا من افكارهم الصورة الاخيرة وده بين سمي السليدة فدي الاشكال المختلفة لما كازميرو بينزل بين المساكين ومساكين اوكي يعني انت بتتكلم على رأس مسلس او بابين السد باكين لما الباكي مين والباكي شمال بيفتح افكار مختلفة للبنية المشترك في البلدوب هو كازميرو الفكرة اللي هم عايزين يعملوها زي ما كاننا عم برايتنا بل كده ان هم عايزين يشدوا الضغط واللعبوا في المساحة اللي وراء الضغط المتشددة فاللوقتي هنشد كل الخطوط هيتسمي الساحة وراء خط الدفاع ونقدر نهاجم فيها مشكلة في القرص دي من حلاج توقيتك يكون بالزبط فنفعش تغلط ثانية واحد فنفعش تأخر ثانية واحد ده أثر على نسبة التمرير او دكة التمرير بالنسبة لكازميرو لو ممكن نبص على الأرقام الجاية دي لو كررنا كازميرو بباقي اللعب المميزة في مركز بتاعه في دولين ديزي هنشوف ان رودري 95% دكة تمرير بيلي جلمور في برايتن اللي بيتميزوا في الموضوع هذا بالزات 93% داك الرايس 290% بسومة في تاتنام 91% ميكالستر اللي بيلعب في مركز ستة أكتر موسن دا 8-8 طبعا بالزبط 87% وكازميرو 82% فرق 13% بين كازميرو والرودري هل كازميرو ما يعرفش باسي الكورة لا طبعا هو العبو ميز مشكلة في التوقيت وفي الفكرة هم عادينا عملوها هو ما بيلحقش باسي الكورة دي عشو ما بيشده الضغط ها يعني انت تتكلم ان الديفول اللي حاصل علشان عملية التحاول من الحالة الدفاعية للجومية يتم بشكل أسرع عنده مشكلة في كازميرو انه هو عنده بطء في في توقيت الباس هو بيشد الضغط وما بيلحقش باسي الباسا دي فبقى الضغط أخده كورة هو ريسك التعميرو هو موسن دا خص الريسك ازا مره ازا ما شوفنا حتى بجوم برينفرد طيب فدي اول مشكلة في كازميرو لما نشأفين دك التمرير فرق كبير جدا بينه هو وأعلى واحد مثلا رودري 13% فرق كبير جدا فرق كبير طيب ايه مشكلة التانية موجودة في هجوم منشيشو نايتد لما بيعدوا بالضبط او مرحل بناية الهجمة بيخشوا التالتي الى التالتي الهجوم يعني طيب انه نشوف الصور البعادية اكتر لعب كمميز موسم الفات في منشيشو نايتد في رأيي كان ماركس راشفورد 30 جون احسن موسم ليه على الاطلاق دي المراكز اللي كان موجود فيها دي الخريطة الحرارية بتاعت راشفورد الموسم الفات حلو او بص سميحة شاكين هو قريب جدا من الجون بص كل ما مش خريطة باع شرطها احمر اكتر كل ما يبقى موجود في مركز دي اكتر هو موجود في مراكز متقدمة جدا وموجود في مراكز خطر جنب الجون طيب الموسم ده بسبب موجود اصابة للباك الوراء اللي في باك الوراء ما فيش اللحن نسميه الوفرلاب او حد بيجرع فات يعني في الخريطة دي ما كانش ليه ادوار دفعية بشكل واضح وبالتالي كان كل الخريطة الهجومية او الخريطة الحرارية موجودة في تلت الهجوم موسم ده في اصابة اللوكشو فاللي بيلعب ورا راشفلد في العادي ايه كان عمر بات اللي هو اصل لعيب صحيح ملعب او لين دورف اللي هو اصل لعيب سنتر باك فانفيش حد بيجرع وراك وبيدي المسيحة ده معنان راشفلد لو داخل جون ملعب زي ما هو بيحب يعمل او زي ما موسم اللي فات حيب اندايق ملعب جدا فبقى دوره هو يوسع الملعب لو نشوف هو بيستلم في مركز زي اللي جاية دي طب نشوف راسه اه بيستلم في مركز زي ده او الصورة اللي بعدية بيستلم في مركز زي دي واسع جدا على خط بعيد جدا عن جون بعيد عن المناطق اللي هو بيعان فيها خطر صحيح فده مشكلة راشفلد سنادي عدم موجود حد يقدر يفتح الملعب نخليه هو اللي يروح في المركز زي ويفتح الملعب وبقى بعيد جدا عن جون هو اخطر لعيب في المركز زي صحيح يعني انت اتكلمت على مشكلتين نتكلم على كازميرو عملية النقل الكورة بسرعة او دقة التمرير بزبط والجزء التاني اللي كان بيعتمد عليه الفترة او السنة اللي فاتت المان يونيتد ان وجود راشفورد في الاماكن الخطر جدا من المرة واحدة مش قادر يعمل ده بسبب الاصابات بسبب اللعب اللي تلعب في المركز اوكي زي ما نشوف العدتها المتشوات دخل في 12 جون نسبة القربة بصداع 68 في المية بس لكن في رقم هنا شد انتباه المتوقع كالهجمات تبتيجى على المتشوات جودة الهجمات ان يخش فيه 11 جون هو دخل فيه 12 يعني لو كان اي حر السني في العالم واقف المتوقع هخش فيه 11 جون غلط في جون 1 بس ده معناه ان مع انوش بيقدم دي نقطة مهمة تمان علشان الناس تفهم ان الجودة الهجمات رقم واحد بس اللي الغلط فيه غلطة كبيرة طبعا ده مش قليل في النجزة منتشوات الونايتن طبعا لكن برضو ده يعكس ان فيه مشاكل كبيرة جدا في الدفاع منتشوات الونايتن طب لو نبص الصورة البعضية هنتم نبص عن مشاكل الموجودة منتشوات الونايتن عايزة تضغط ضغط عالي ده ما بعدين نعملوه زي ما احنا شافينا مسافات بين لعيبة منتشوات الونايتن كبيرة واحد من ندافع زي ما حضرك عارف طبعا لابن خطوط كبيرة تكون قريبة من بعض صحيح بالعرض أو بالطول لعبة تكون قريبة جدا من بعض ويكون فيه مسافة كبيرة بين الخطوط مزبوط يعني المسافات كبيرة عشان تعمل ضغط عالية لابن تعمل ضغط عالي لازم تكون مسافات قريبة جدا من بعض ولو كرة راحك للأطراف بترحل صحيح بسرعة عشان تاخدوا الكرة وفيه أشكال مختلفة طبعا للضغط هنشوفه مسافات كبيرة بين اللعيب ده ماتش بالتصراي لخسروه الصورة بعدين هنشوف حاجة برضو معينة حسنا تشوف المسافات بين اللعيبة اللعيب اللي عليه هاي لايت اللاحمر ده حيستلم الكرة دلوقتي بص الدغط عم تشوف المسافة بينه هو وخط نص ملعب مسافة كبيرة حتى لو فيه كسافة في عملية الضغط ولكن بيقى فيه ترحيل ترحيل أو الموجة التانية من مش موجود مسافة كبيرة جدا بين خط الهجوم اللي بيضغط وخط نص ملعب نبص على الصورة البعادية برضو هنشوف الكرة عند الجون هلعب كرة طويلة دلوقتي برضو برضو الكرة فين بص خط الدفاع فين وبص مسافة بين خط دفاع وخط نص ملعب خط الدفاع تقريبا عند نص ملعب بص مسافة عملت زي برضو فعندهم مشاكل في اللحظات الانتقالية اللي هو اصلا عايزي مميز فيها ده صورة بتوضح الموضوع شكل كبير جدا بص مسافات لسه هو اللي كان بيضغط وبص المسافة بينه بين خط نص ملعب وخط الدفاع يعني فاتح الملعب بالطول وانت بتضغط وبالتالي في مساحاتها تظهر اكيد والكرة دي عملا داخل الجون الجون تعتزاها في الجاتة سرايا كرة تلعبة طويلة وفيش ضغط على الكرة مشكلة تانية بيعانوا منها انه هم بيخساروا الكرة الترحيل بتاعهم مش سريع كفية نحن جايفين هنا الكرة راحة ده ماتش بلندفرد اللي كذبوه في اختين واحد الكرة راحة تعالمين بص المسافة هكابتن بين المساكين هنشوف مشكلة تتكرر كزا مرة المسافة برده المسافة ما بين السردباكين نفسه مسافة جبيرة جدا ما بيرحلوش كواس كفية وما بيضغطوش عقراء بسرعة لما يكون المسافة كبيرة كزا ما قلنا ما بيضغطوش يضغطو عقراء برده نفس المسافة والحاجة اللي بمحظنها هو اللعيب عليها هيلة احمر هنا كازميرو تاني عنده مشكلة كبيرة جدا انت حماية خط الدفاع السنة دي وخط الدفاع مش محمي تتكلم على ما بين السردباكين ده بيدي فرصة كمان للحركة ما بينهم طبعا والبصر بينهم بالزبط كرات البيناية بتبقى صعبة مسافة كبيرة جدا وفيه كنان لعيبة بين خطوط المشكلة هي انه ما فيش حماية كفاية لخط الدفاع من كازميرو او اي لعيب جاعة في المركز ده وفي نفس الوقت الدفاع عن الشاش نايتد ما بيرحلش بسرعة كفائية وما يضغطش على كرة بسرعة كفائية انه يعني النقلات اللي هو عايز يعملها ففيه مشكلة كبيرة جدا فاني انشاش نايتد كالوجه الدفاعي او الوجه الهجومي تمام من خليها مش عارف يوصل لل ليبل اللي هو عايز يوصل بس انت اختصرت طبعا المشاكل بس كان لها مشاكل كبيرة على مستوى الترحيل على مستوى الضغط على مستوى بناء الهجمات فطبعا يعني الامور ستبقى صعبة